تعرفنا سابقاً على خصائص الضرب ومنها خاصية التجميع كما يظهر هنا وخاصية الإبدال كما يظهر في هذا المثال في هذا الدرس سنتعلم أن حاصل ضرب عددين أو أكثر يسمى ناتجة ضرب مثل خمسة عشر في هذا المثال والعددان ثلاثة وخمسة يسميان عوامل الناتج خمسة عشر ويمكننا أن نقوم بالضرب الذهني باستعمال الحقائق الأساسية والأنماط في هذا المثال حسبنا الحقيقة الأساسية خمسة في ثلاثة يساوي خمسة عشر ثم تابعنا النمط في الأصفار فحصلنا على ناتج الضرب ألف وخمسمائة الطريقة الأخرى لحساب الضرب ذهنيا هي عد الأصفار هنا الحقيقة الأساسية إثنان في ثلاثة يساوي ستة وعند عد الأصفار في كل عامل نجدها أربعة أصفار نضعها عن يمين ستة ونحصل على الناتج ستين ألفا مثال من واقع الحياة يتم توزيع المصحف سنويا على حجاج بيت الله مجانا وتبلغ تكلفة طباعة المصحف الواحد في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة خمسين ريالا بتطبيق ما يعلمنا هذا الدرس نستنتج أن توزيع ألف مصحف على ألف حاج يكلف خمسين ألف ريال يعلمنا هذا الدرس كيف نستعمل حقائق الضرب والأنماط وعد الأصفار لحساب الضرب ذهنيا اشتركوا في القناة